موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالأفاضل والفضليات إلى هذا اللقاء الكريم المتجدد استوقفني من بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى آخر الآية لكنه لم يذكر حركة الأرض سبحان الله وفي القرآن كله لم يذكر أن للأرض حركة والأرض تتحرك وتسير وتدور ودورات كثيرة مدورة واحدة ترى لماذا يقينا أن الله بالناس لرؤوف الرحيم ترى كيف كان لو أن الله ذكر حركة الأرض في ذلك الزمن ما يرون أن الأرض تسير وما يشوفون الشمس تسير القمر يسير النجوم تسير الأفلاك تسير لكن أن تأتي إليهم وتقول لهم أن الأرض تسير سوف يكذبونك ويكذبون بالقرآن الكريم لذلك من لطف الله تبارك وتعالى أنه لم يذكر حركة الأرض لكنها ذكرها إجمالا ومن ضمن الحركات الثلاث فقال في نفس الآية للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النار الليل هو الذي يعترض الأرض من نور أو ظلام وبعدين قال وكل في فلك يسبحون يعني جميعهم ما قال كلا ولا قال كلاهما لا قال كل يعني علامة الجمع وكل في فلك يسبحون يعني أثبت هناك حركة لكن ليس بالنص الصريح لكي لا يكذب به الأقدمون الذين لا يرون أن الأرض تسير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر